السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندسون الكرام كل عام وأنتم بخير ومناسبة شهر رمضان أعداه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتقبل الله مننا وإنكم صالح الأعمال هذه مراجعة بسيطة على المدوليترز اللي كلمنا عليها سابقا ودسبرشن توليرانس زي من تعرفين والكوست تكلفة فهنا هنضيف يعني في جزء المفروض يضاف هنا الكوهرانت طبعا طوليرانس 40 بيكو سيكون على نانوميتر وطبعا هنا 2 إكسدنسي يعني مثلا كارت بنسبة الهواوي كارت الـ NS4 أو الـ LINE SINGLE BORD 4 يعني OTU4 اللي هو بيشيل 100 جيك ده سعره تقريبا حوالي 60 ألف دولار يعني على ما تذكر ممكن يكون دلوقتي أرخص لأن فيه أنواع تانية بقت موجودة وخاصة بتركب في الأجهزة الجديدة زي الـ N401 وN402 وN502 أو حسب وN602 أو 01 فيه أرواع جديدة ظهرت فبدأت تغطي على النوع الأول اللي هو بيشيل 100 جيكو عن النوع 5 ده بيشيل 200 النوع 6 بيشيل 400 جيه للـ PORT في حاجات تم تجربتها بتوصل زي ما اتكلمنا سابقا ل 1.2 تيرة و بالفعل تركبت وتعمل بها موجودة داخل شركات الاتصالات زي تلكم المهم طبعا النوع ده مكلف شوية ولكن طبعا هو ربست و مور و يقدر يسبان مسافات كبيرة ولذلك هو الكمون في الاستخدام حاليا و بالاضافة انه يقدر ياوبتمايز اللينك و يشيل اكبر او المكسيمم كباستي ريت يعني بريت اكبر من السابق اللي كان نان كوهرانت اللي كان تقريبا بيمشي اودات عليه سرعتها 10 جيجابيت برساكن طبعا لازم نعرف ان اللاين اللاين اللي هو بيوفر لي اللامضة لامضة 1 او لامضة 2 او لامضة 3 ده لازم يكون تيونابول يعني تيونابول يعني و انا بشتغل عليه لازم اقدر اختار الويفلينث بدقة و احدده بدقة و اغير فيه يعني بفرض انا عندي اكتر من لازم اسيت كل لامضة لامضة معينة طبعا اتكلمنا قلنا اللاين كارد هنا نس 4 او ن401 ن402 و كذا فيه برضو في نوكيا آآ السي يو بي او السكوب 130 260 آآ او من خلال الترانسبورت لير او من خلال الفايبر المتواجد عندي بعد تكبير او عمل التكبير اللازم لهذه الاشارات وبعد عمل حاجة اسمها الفلاتنس بحيث انا بحطهم في ليفل معين من القدرة او الpower بحيث ما تكونش سيجنال اكبر من السيجنال التانية بقدر كبير عشان اتجنب جزئية النوند لينير افكتس اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا وطبعا نتيجة الامبلفاير في الغالب يعني احنا اكتر امبلفاير مستخدم عندنا هو ال-edfa ال-edfa non-linear امبلفاير يعني يعني امبلفكيشن بتاعه non-flat مش متساوي لكل الويف لينث ولذلك لازم اعمل فلاتنس كل فترة كل ما عدي سيكشن في امبلفكيشن لازم اراجع الويف لينث ديت وابدأ اعمل لها تصبيت من اول و جديد عن طريق حاجة اسمها لإيه ال-variable ال-variable attenuators ال-variable attenuators عن طريقها ببدأ اصبط كل ويف لينث بحيث يبقى تقريبا كلهم على خط واحد او في مستوى واحد لكل امبلفكيشن سيكشن ولو انا اشغال الفضن الفضن بيبقى صعب ان انا اغير او اعمل تيونينج للقدرات ديت عن طريق ال-variable attenuator ففي الغالب بعمل على الفو في البداية وفي النهاية يعني بحاول اضبط ال-power في ال-variable attenuator لما بعمل insertion وال-variable attenuator في ال-receive بحيث انا بزبط ال-power بتاعتي عند levels معينة متناسبة مع amplifiers ومتناسبة مع line sensitivity الموجودة عندي سواء في الاتجاه او الاتجاه زي طيب ازاي انا بقدر اغير الفريقونسي طبعا في معاملات كتير تقدر تغير في الفريقونسي لو تتذكروا ان الفريقونسي انا عندي cavity لو انا قدرت اغير في الفريقونسي بتاعها هقدر اغير سيم كوندكتور ماتيريال او البرشور او الكاريير بوتنسي بالاضافة ان عندي ماتيريال اللي هي الماكرو الاكترو ميكانيكال سيستمز دي بقدر اغير بيها الفريقونسي او اغير بيها في الديمينشن واحيانا بتكون مثلا كمثال لها في الدروب تبقى مجموعة صغيرة جدا من الميرورز مثلا الميرورز فيه هنا زي السبستريت السبستريت دي بأثر عليها بحرارة الحرارة دي بتخلي السبستريت تتمدد او تنكمش تغير زاوية بتاعة الميراية دي الميراية الصغيرة جدا او الميكرو ميرور بحيث لما الضوء يجي عليها ينعكس في اتجاه معين في يحصل ضروب او معين بعد ما تعمل الضوء يتحول لأطوال موجية ممكن اخد كل طول موجية لو انا عايز اعمله اعمله انعكاس بالميمس او الميراية الصغيرة دي بحيث اعمل دروب الويفلنس معينة ده منظم الميكرو الاكتروميكانيكال سيستمز المرخص ان انا هقدر غير الويفلنس لكل كارتلاين زي ما انا عايز حسب احتياجات الشبكة وحسب احتياجات الناتورك عندي طبعا هيعمل بمعنى اني مش احتاج كارت محدد لكل طول موجي بفرض ان انا عندي كارت سبير والكارت ده مصبوط على لمضة وان وانا محتاج اعمل للمضة تو في الناتورك عندي فانا مش هقدر استخدم الكارت ده لكن لو كارت يونيفرسل تيون الفلاتنس ما احنا اتكلمنا عليه وعمله الامبليفيكيشن لللمضة ديت وعمل لها دروب بالاتجاه التاني كده انتهى الاجراء بالنسبالي طبعا في بعض منها منها كونفيجريشن الفيك زي ما كلمنا وكونفيجريشن القوام لازم اهم حاجتين وانا بعمل كارت لاين او بعمل كارت لاين ازبط الموديوليشن سكيم وازبط الفيك يكون نفس النوع او الفورورد ارور كوريكشن يكون نفس النوع بالضبط لان اي خالل في الجزئيتين دولي بيديني في الغالب لصف ريم او بيديني ارور بيمنع الدات انها تتعمل لها ترانسيميشن اوفر النتورك الخاصة بيا ولازم نفهم ونعرف حاجة معينة ان في الغالب وطبيعي ان لو انا جبت كارت لاين من شركة وكارت لاين من شركة تانية مش هشتغل قصات بعض لان كل شركة شغالة ببود ريت او سيمبل ريت معين شغالة بميبوليشن سكيم معين شغالة بأوفرهيد معين فصعب جدا ان انا اعمل ماتشن بين كروت اللاين ولذلك كل كروت اللاين داخل نفس النتورك لازم تكون من نفس المورد ولو همشيها على الشبكة تانية همشيها كحاجة اسمها alien wave length لكنها wave length مختلفة ملهاش علاقة بالشبكة ديت همشيها للمسافات صغيرة فوق الامبلفير زي لاني مش هقدر عمل لها 3R او مش هقدر عمل لها regeneration reamplification retiming اعمل لها تلقية وتنظيف بعد ذلك كل مسافة معينة ولذلك انا بمشيها اليا بعمل لها فقط amplification لو تراكم عليها النويز مش هقدر اشيل النويز ديت بعد كده ممكن تتشال بتتعامل لها اسلوب تاني عن طريق equalizer زي المستخدم في international sub c systems ولكن في terrestrial system اللي هو الانظمة underground والopgw اللي هي فوق powerline overhead صعب جدا ان انا طبق منظومة equalizer ومكلفة فطبعا الافضل ان كل network تكون تحتوي على component من مورد واحد من مصنع واحد ما حاولش ادمج croutline مع بعض ولكن على مستوى client اقدر طبعا اوصل اي client من اي vendor مع اي client من اي vendor تاني بحيث يعملان بنفس الstandard يعني لو انا شغال هنا steam 64 اشتغل النحية التانية steam 64 10gpe اشتغل الاتجاه التانية 10gpe لان service او الخدمات بتكون standard services ما ننساش طبعا flexibility في network او network هتبقى flexible معايا بفرض ان انا عايز اغير الويفلنث دوت لأسباب معينة او حصن مشكلة معينة فنقدر اعمل tuning الويفلنث وانقل على ويفلنث ثاني واعمله قتاش على بورت ثاني في multi plexer ودي multi plexer واعمله communication من البداية وفلاتنس من البداية وابدأ اشغاله احمله بالخدمات او بخدمات العملاء tunable source بتعتمد على اكتر من حاجة حسب الكباسة الخاصة بالنتورك هل هي بتشيل حاليا نقدر نتكلم على 40 لمضة 80 لمضة 160 لمضة او هو هنا استثنى 96 لمضة وال 192 لمضة دولي اشهر انظمة موجودة وفي انظمة عملها نوكيا 88 و44 لمضة tunable wavelength او tunable source online لازم يكون متناسب مع النتورك وعدد اللمضة الموجودة فيها بحيث انا اقدر اعمله تيون لأي wavelength within المعينة يعني مثلا لما اتكلم على 40 واتكلم على 80 واتكلم على 160 اذا هنا انا شغال fixed grid system يبقى لازم يكون بقدر بتمانية من عشرة نانو متر يبقى كل تمانية من عشرة نانو متر بانتقل wavelength ثاني وهو لازم يكون عنده القدرة على tuning خلال هذا wavelength او 4 من عشرة وهكذا يعني وبالتيرة هيرتز حسب انا شغال زي يعني لو انا شغال مثلا 100 G لو انا شغال 50 G لو انا شغال 25 G في 100 G هحط 40 لمدة في 50 G هحط 80 لمدة في 25 هحط 160 لمدة اذا الانظمة الحالية لكن الانظمة طبعا الحالية فيها كمال flex grade اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الانظمة بيتزايد بمقدار 62.5 جيجا هيرتز يعني ممكن اعمل 12.5 ممكن اعمل 25 ممكن اعمل 6.5 اذا اقدر اعمل 7.5 كما اعيز بحيث اه مناسب للداتا ريت اللي بيشيلها اللي بتاعي بحيث يحقق لي المكسيمم كمستي within الشانون اكوشن هنا طبعا بيتكلم على الابيرانس او الستركتشر للليزر في الغالب الحاجات الحديثة كل واحد وكل البرنسيب الواحد والكنترول اللي شغالين في الموضوع دا وفي موضوع الليزر سورسز دي بعض اسماء الشركات المتواجدة في السوق اللي بتستخدم او الشركات الكبيرة المصنعة زي نوكيا وهواوي بتستخدم الليزر سورسز او الكمبوننت التي تصنع من خلالهم هذا للعلم فقط قررانة بسيطة بين الانواع القديمة في الكودينج او التشانيل كودينج كلمنا قبل كده ان في الترادشنال وفي الكوهرانت هنا ما خصص الجزئي الكوهرانت بالذات ولكن الكوهرانت افضل وهو ينطبق عليه ال نيو كود مديوليشن تكنولوجي وهو طبعا يوفر لأوس نار قليل وعنده ديسبيرشن توليرانس اعلى وطبعا اي بلس ديستورشن لانه ما عنده بلس في الاساس هو عبارة عن فايز شفت وامبليتود او كوام سيستيم كوام سيستيم بيعتمد على تغيير الامبليتود بقدر معين مع تغيير الفايز شفت بقدر معين ولكن هو لا يتشابه مع النار تير تو زيرو اللي احنا هنشوفه على الجزء الايصر هتلاحظ ان ده سيمبل وده اللي بيستخدم فيه ال او او درايف فيه كل العيوب اللي احنا منكلم عليها لكن حاجات زي الماد زندر انترفيروميتر او طبعا مميزاتهم لهم مميزات افضل وبيقدروا يتعاملوا مع مسافات اكبر ومع داتا ريت اكبر بدون تشوهات كبيرة وبدون الاحتياج الى دي مقارنة طبعا بين الانظمة المختلفة عند 40 جيجابيت بر ساكند وطبعا هنا بيتكلم على التراديشنال يعني هو ما تكلمش هنا عن الكوهران وبيقول مميزات كل واحد القص النغار من الكروماتيك ديسبيرشن توليرانس من بولارايز دمود ديسبيرشن توليرانس من ناحية التكلفة من ناحية يقدر يشتغل على اي سبيسنج ومن ناحية يقدر يتحمل إلى اي حد ولذلك كل اللي اخذ نجوم اكتر هنا مثلا هو ده اللي بيكون مميز بالنسبة لهذه الفانكشن يعني هنا مميز بالنسبة للفانكشن الحالية طبعا زينا انتو شايفين كده ارخص واحد عندي هو النار تير لكن هو اسوأ واحد في كل الخواص بتاعته والاسف خواص سيئة جدا حتى ان انا ما مستطر نستخدمه في دي دمود ديم يعني ما بقدر اعمل 50 جيج هيرت سبيسنج مثلا عشان اقدر احقق الات لامضة الموجودة عندي فطبعا لازم اروح لانظمة افضل و اضق عشان اقدر استخدمها في دي دابل ديم ولازم طبعا نتذكر كلمة اللي هي الباند ويدز في الضوء ولكن كلمة هي اشهر في الاوبتيكس اللي لازم يكون هنا شارب في هذه المصادر ولكن في المصادر القديمة التي تعتمد على دايريكت ميدوليشن كان اللاين كبير زي ما حضرتكو شايفيه الريسيفر اكلمنا عليه قبل كده قلنا ان البي افضل ولكن السين ستيفتي اسوأ قلنا الاب دي ستيفتي اعلى ولكن هو ايه كنويز اعلى ولذلك هو بيستخدم في المسافات الكبيرة نتيجة الستيفتي الجيدة ولكن لابد من اخذ الاحتياطات اللازمة وتقليل وتقليل النويز او رفع الوس الى افضل قيمة هنا للأسف السين ستيفتي اقل ولكن هو افضل كاداء وكنويز ولكن نتيجة السين ستيفتي القليلة هو بيستخدم في المسافات القليلة قلنا المرة اللي فاتت ايه هو ال قلنا وفي الغالب في حاجة اسمها convolutional coder وبيكون في هنا في زي xors وفي data دخلة هنا بشكل serial وفي out بتطالع عندي من xors يعني one bit ممكن يطلع اتنين bit او يخش ثلاثة bit يطلع five bits وطبعا هم في تعتبر register او memory فاذا الخرج لا يعتمد على الدخل فقط ولكن يعتمد على الدخل plus state اللي كان عليها register دي bits اللي كانت مخزنة فيه وده اسمه convolutional encoder انا بتكلم عن hard decision fake مش soft decision fake وفي receiver كان في عنده convolutional code بيبدأ يمشي في مصارات معينة ويشوف المصار الافضل اللي في اقل error ويعمل حاجة زي اسمها traceback ويعني معقد بعض الصحيحة اللي بيعتمد عليها طبعا بيدينا حاجة اسمها coding code gain code gain تقريبا في hard decision حوالي 3 db في soft decision بيبدأ يطلع معايا لقيم اكبر من 6 db وممكن يوصل في الانواع الحديثة ل 12 db اذا انا عندي 12 db خدتهم كده for free بدون محتاج amplification وبدون ازود noise او اقل قيمة osnr وطبعا الفيك جزء مهم جدا في translation وحتى مستخدم في wireless بكثرة ومستخدم حتى زي ما كلمنا في receiver الموجود عندنا في البيت انت لازم تظبط معامل الترميز اللي هو modulation plus التكويد اللي هو بيتلاقي مكتوب كده كلمة فيك ويتملك مثلا 5 over 8 أو 5 over 7 ده معامل التكويد أو معامل التصحيح معلش اعتذر معامل التصحيح لازم تظلط معامل التصحيح بحيث يكون متوافق مع المصدر هنا طبعا لازم نعرف ان في حاجة عندي اسمها in band fic يعني ممكن يحط الفيك ده زي البرتي خارج الband ويتز بتاعي وممكن يحط الفيك بتاعي زي كجزء من الband ويتز فكل واحد ليه مميزات وليه عيوب الامبلفير الشهير عندي هو EDFA والرمن fiber amplifier الEDFA يستخدم فيه نوع معين من الFiber اللي هو ال ERPM Doct Fiber Amplifier وده طبعا بيدي جين كبير ممكن يوصل ل 30 دي بيت ولكن الوس المعار فيه أو noise figure بتاعه قليل ده بيدي جين زي ما قلنا في حدود 9 من 6 إلى 9 ماكسمم اللي شفنا براكتكال 13 أو 14 db في بعض أنواع الكروت ولكن الميزة في الraman amplifier ان الnoise figure جيد جدا ولذلك الاداتف نويز الناتجة عن التكبير فيه قليلة اليدف الغالب يشتغل في C band وفي بعض التعديلات خليته تشتغل في C و L band RFA أو Raman Fiber Amplifier بيشتغل في أي band لأن زي ما اتكلمنا قبل كده أن هو أنا أي بام ب الفريكوانسي بتاعتها أعلى تقريبا بقيمة 13 تيرا هيرتز عن الفريكوانسي الثاني أقدر أستخدمها أن أنا أكبر بها الفريكوانسي التي تليها إذا كان يتحقق فيها شرط هذا من الفريكوانسي أو الشرط الثاني تقريبا من 80 ل 100 نانو متر في الـ بامب بتاعتي في الغالب 1480 وللعلم البامب دي هي نفسها اللي بيستخدمها في الرمن أو 1490 في الرمن أو هنا بتبقى 980 نانو ميتر طبعا احنا قلنا فيبر معين والفيبر دي بيبقى موجود داخل الموديول يعني الكارت هتلاقي في لفة فيبر مكونة من الـ ERBM Doct Fiber Amplifier التركيبة بتكون كده يعني أنا عندي Transmit في EDF هنا في الغالب وفي Receive أول حاجة بحطها الرمن يبقى أنا عندي في Receive في الرمن ولازم الرمن هنا بيكون spliced يعني ملحوم لأن ما ينفعش أحط Connector أي Connector بتقبيع Return Loss Return Loss العالي هي Effect Lump هي Reflected Reflectance على البمب وممكن يعملها damage وممكن يعملي damage للفايبر وفي نفس الوقت هيقلل Inserted Laser في الفايبر فهيقلل طبعا الجين الذي ينتج عن تفاعل الضوء مع المaterial أو مع الفايبر اللي اتكلمنا عليه سابقا اللي هو Non Elastic Reflection رامل نتيجة أنه النوز بتاعه جيد فبخليه هو أول Amplifier عندي بعد كده ممكن أخط Cascading جمعاء EDFA ممكن أخط أكتر من EDFA Cascading مع بعض بحيث أحصل على أفضل أداء وأفضل جين within certain limit لأن احنا عارفين أن نحن مقدر نزود l-amplification عن حد معين حتى لا نستسير ونستحس Non Linear Effects اللي هتأثر لي على التشانيلز بتاعتي المنقولة عبر شبكة ال-DWD دي فكرة ال-Aerbium Doped Fiber Amplifier أدي هنا 980 Bump Light وطبعا هتبدأ هي تعمل تستحس الزرات أو الجزائيات لمستويات طاقة أعلى اللي هي Exited State بعد كده بعد فترة بتاخد لها Life Time وبعد كده بتبدأ تهبط لميت الكابل مجرد ما الضوء بيجي من بره بيبدأ يعمل لها يستحس ها مرة كده الضوء جاي يستحس ها وهي بتنزل طبعا بتنتج Photons Photons متزامنة مع incident light فبيبقى الضوء بدلا ما هو داخل الضوء 1 بيطلع كام ثلاثة شبيه بقدر كبير طبعا مع اللي بيحصل بداخل الليزر ولكن الليزر بيستخدم الضوء الخاص بيه اللي هو انتجه وانه يكبره مرة تانية لكن هنا بيستخدم ضوء خارجي انه يستسير ويستحس الجزائيات أو الزرات من مستويات الطاقة الأعلى الى مستويات الطاقة الأقل لتنتج ضوء متزامن مع ضوء incident التكبير ده شكل EDFA من الداخل وقالنا لازم يكون جوا ايه جوا فايبر زي كده ده optical isolator وده cobbler وده bumble laser وهنا photo detector بياخد زي التاب منه كده بحيث يعمل measuring the amelification لازم في البداية كده وكده يعني لانه احيانا او مش احيانا ان الكارت ده هو راكب عندي بيدينا حاجة اسمها الجين طب هو هيعرف الجين ازاي لازم يقسم الابوت على الامود فهو بيحط sensor عشان يعرف قيمة الpower اللي داخلة ويحط sensor تاني عشان يعرف قيمة الpower اللي خارج عشان تبقى انت عارف اداء الedfe عندك عامل ازاي وفي نفس الوقت يقدر السيستم الداخلي او electronic مجرد من تتغير الconfiguration يبدأ قيمة الجين تتغير معايا لما يوصل لحد معين هيد feedback نيجاتي يقول البنب خلاص وقف ما تزيديش عن القدر ده وثباتي على القيمة دي هي دي اللي بتحقق جين مثلا 25 db مش محتاج اكتر من كده طبعا دي مميزات الedfe و قلنا طبعا هو ممتاز جدا و جين كويس جدا و يعمل على range جدا تقريبا c-band و stable وطبعا العيوب فيه fixed gain range اللي هو تقريبا c-band يعني ممكن بعض التعديلات نوصل لل L-band أو extended c-band ولكن هو essentially يعمل في c-band وطبعا gain unflatness ودي بسبب ان هو non linear gain يعني هو يطلع ببقى تقريبا ماشي بالشكل ده فلازم انت تعمل flatness اللي تكلمنا فيه فيه حاجة اسمها optical surge problem خاصة لو انا عندي اكتر من cascaded EDFA مجرد لو انا عامل turn off لل EDFA هيبدأ جزئيات كتير مستوى تقل على تنزل automatic المستوى التقل الغال تنتج ضوء ضوء ده يروح هنا واتكبر واتكبر ممكن يطلع لي ضوء كبير مرة واحدة منهوش اي علاقة بالتلافك عندي ممكن تعمل damage لأي amplifier لو هما cascaded amplifier مع بعض ممكن تعمل damage ممكن تأثر لي على fiber بتدي لي gain كبير مرة واحدة فده احد عيوب الامبل ونتغلب عليها ان احنا بنعمل حاجة اسمها إيه EBR automatic power reduction ده بنسبة لنوكيا بتسميه هذه التسمية او هواوي مثلا بتسميه IBA أو intelligence power adjustment system بحيث يعمل turning off أو shut down للامبل بطريقة معينة بحيث يمنع power search دي automatic gain control وهي اللي تكلمنا فيها control على system بتاعي وحسب الدخل والخرج بيبدأ ايه وحسب السنسور اللي تكلمنا عليها بيبدأ يعمل gain control ويبدأ control من يcontrol البم ودي خلاص احنا وضحنا هنا بعض البرامتر الخاصة بال EDFA وطبعا اهم حاجة اتكلمنا فيها amplified spent tenuous emission زي ما قلنا مجموعة من الجزئات مسارة الى مستويات طاقة عالية بيتامل ها simulation اذا هبطت الجزئات دي مستويات الطاقة العليا الى مستويات الطاقة الاسفل بشكل عشوائي هتنتج عندي spontaneous emission يبدأ spontaneous emission اكنه ليزر جاي من بره ويتعمله تكبير فيظهر عندي amplified spontaneous emission كل ما تزيد طبعا دي حاجة سيئة فتأثر لي بالتبعية على noise figure يعني تقلل noise figure بتاعي فالافضل ان lase تكون اقل ما يمكن والnoise figure يكون افضل ما يمكن والجين بيتحسب طبعا بال input sensor received power على input sensor received power نقدر نعرف الجين عندنا والجين flatness طبعا احنا قلنا الشكل بهذا الجين بطريقة دي كل ما اقدر اغير الدوبينج او اغير السيستم او اعدل فيه بحسب الفلاتنس او السيستم ده بيكون افضل وبيديني اطوال موجية مكبرة بشكل صحيح لا تحتاج كثير من الاجراءات والconfiguration لعادة ضبطها كل ما البند يكون اكبر بيكون افضل احنا شغالين في 40 نانوميتر من 1925 الى 1965 تقريبا اللي هو السي بند اعتقد النهاردة ان شاء الله كفية بإذن الله نستكمل الرامة الامبلفير المرة القادمة اشترككم على خسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته